العلاقة بين تذبذ بأسعار صرف الدولار والتعاملات النقدية في الأسواق الموازية علاقة طردية إذ يفتح الدولار الباب أمام مشكلات اقتصادية تخرج فيها السيطرة عن الأسواق الموازية تحليل اقتصادي بنت عليه حكومة بغداد خطتها في ضبط سعر صرف الدولار باللجوء للقوة لفرض التعامل بالدينار تحديدا عندما وصل سعر الصرف في منتصف آيار من العام الحالي إلى 1470 دينارا للدولار الواحد رغم بيعه من البنك المركزي ب1320 دينارا آنذاك انطلقت في محافظات عدة ومنها كاركوك عملية أخذ تعهدات خطية من التجار وأصحاب معارض السيارات للتعامل بالدينار فقط كما انتخذت قوات الأمن وعناصر مدرية الجريمة المنظمة حملتها في المدن لحث وتحفيز المواطنين على التعامل بالدينار بدلا من الدولار كالحملة الكبرى التي نفذتها في ديالة بالتزامن مع انطلاقتها في ميسان وبابل ونينوى وذيقار بيان وزارة الداخلية الأخير كرس تنفيذ إجراءات التفقيف والتوعية للجمهور للتعامل بالدينار فقط والحد من المضاربات وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية كما أعلن أنطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنة عن تنفيذ حملات أمنية تقوم بها فرق جوال للتوعية والتفقيف بأهمية العملة الوطنية لا والحقيقة لم تبدأ وزارة الداخلية بهذه الحملة لحد الآن لأن اليوم القوانين حينما تكون العمل فيها طوعي ونابع من مسؤولية ونابع من وطنية وحس وطني ويكون فيه قناعة عن المواطن يكون التطبيق أفضل لذلك كل استراتيجية وزارة الداخلية دائما ما تبنى على زيادة الثقة بالجمهور وعلى العمل الطوعي نعم القوانين فيها عقوبات وفيها إجراءات عقابية غرامة غيرها لكن المبدأ الأساس هو مبدأ تصحيح المجتمع تجاه خدمة قضايا المجتمع ومع أن الداخلية أصدرت في الرابع عشر من أيار للعام الحالي حظرا دخل حيز التنفيذ من تاريخه على منع استخدام الدولار في المعاملات الشخصية والتجارية في البلاد إلا أن بيانها الأخير يؤكد عدم بدء تلك الحملة إلا من زاوية التوية ومن ثم وضع العقوبة في حال تكرار المخالفين لقوانين البنك المركزي ترجمة نانسي قنقر